أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد ديرنهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أن دور الملقى على عاتق الأسرة والمدرسة في تعزيز ثقافة التغذية الصحية لدى أطفالنا وابنائنا طلب محور ورئيسية في عصر يتسم بتزايد الوعية بهمية الحياة الصحية والحركة والتغذية السليمة للطفل وقال إن الأسرة والمدرسة تعتبران المحاور الرئيسة في حياة الطفل وتلعبان دورا حاسما في تشكيل عادته الغذائية ورمط حياته جاء ذلك خلال الترأس سموه اجتماعا جانبيا للمجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئية بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد ديرنهيان رئيسة مؤسسة السلامة بنت حمدان نالنهيان نائب رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية وعدد من الموزراء وممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وناقش المجلس مواضيع تتعلق بالتغذية الصحية ودور المدارس والأسرة في تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى الأبناء وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد ديرنهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية خلال الاجتماع في عصر مليء بالمعلومات والتحديات الصحية يصبح تفعيل دور الأسرة والمدرسة في تعزيز ثقافة التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي أمرا ضروريا